أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشالينج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان الكريم المبارك في الدنيا تهذيب النفس البشرية هي أصل الوصول إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته وإلى فردوسه الأعلى علشان كده تشالينج النهاردة حيكون بعنوان انظر إلى من هو دونك واشكر وانظر إلى من هو أعلى منك وارضى واستغفر الدنيا على فكرة ليس فيها تنافس بل إن ربنا عز وجل جعل المتنافسون في الدنيا هم الأخسرون خد بالك لأن التنافس الحقيقي لا يكون إلا في أعمال الآخرة ولذلك ربنا عز وجل قال في القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي يتنافس المتنافسون في كثرة فعل الطاعات والاستزادة من الحسنات استعدادا لعظيم الدرجات في الدار الآخرة أما في الدنيا فاحذر كل الحذر إن يكون ليك تنافس فيها مع حد لإنها للأسف الشديد هتهلكك ومش هيكون يعني منها إلا عظيم الأثر السيء على قلبك وعلى نفسك وعلى حتى صفاتك وعلى أخلائك واتجاهاتك ولو عايز إجمل مثال ينضرب في الحالة ديا وتتخطى به التشالينج النهاردة اللي هو زي ما اتفقنا حيكون بعنوان انظر إلى من هو دونك واشكر وانظر إلى من هو أعلى منك وارضى واستغفر من أجمل الأمثلة الموجودة في القرآن على فكرة في صورة الكهف قصة الرجلين والجنتين القصة دي على فكرة بتضرب مثال رائق للغاية في الفرق بين القيم الزائلة والقيم الباقية فلما تتدبر في القصة دي لقصة الرجلين والجنتين تجد إنها بترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة الدنيا والعياذ بالله والنفس الأخرى المعتزة بالله عز وجل اللي ربنا يجعلنا منها وكلهما نموذج إنساني لطائفة من الناس يعني النهاردة الطوائف دي موجودة ما بيننا على فكرة صاحب الجنتين الأول ده نموذج للراجل الثري اللي معه فلوس وفلوسه مخليا يعني متجبر ومتكبر وباطر للنعمة وناسي لربه تبارك وتعالى وناسي إن في قوة أكبر من قوته وإرادة أكبر من إرادته ومشيئة فوق مشيئته ومتصور إن هو اللي مسيطر على أقدار الناس وحياة الناس وأرزاق الناس بل يحسب من زاوية تانية إن النعمة حتى اللي في إيدي خالدة لا تفنى فده والعياذ بالله كفر بأنعم الله وأشرك مع ربه نفسا كافرة كافرة بأنعم الله كفر بنعمة ربنا عز وجل عليها فالنهاردة لما تيجي تشرك مع ربك تبارك وتعالى نفسك الأمارة بالسوء وأفعالك الشركية أو أفعالك الكفرية بالنعمة ربنا عز وجل سيتخلى عنك بل ويعاقبك وتيجي على النقيد الآخر وعلى الطرف الآخر قصة الرجل المؤمن المعتز بإيمانه الذاكر لربه تبارك وتعالى اللي شايف إن النعمة دي دليل على المنعم وموجبة لحمد الله تبارك وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى وأبدا عمر ما حتكون النعمة موجبة للجحود أو الكفر بالأنعم والعياذ بالله فلما تيجي للقصة في القرآن تجد آيتها يعني تذهل النفوس وتسلب العقول من روعة القرآن وترحيه وسرده فتلاقي ربنا في سورة الكهف قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر كده الرجلين جالهم الخير وجالهم النعمة وجالهم الرزق الوفير فتعالى بقى بص على سلوك الرجل الأول وسلوك الرجل الثاني عشان تعرف عقبة كل واحد منهم فقال ربنا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب يعني هو للأسف مش داخل الجنة وهو ظالم لنفسه بس لا ده بيتألى على الله وكأنه بيشترط على ربه عز وجل وفي نفس الوقت يقول لك وما أظن الساعة قائمة وحتى لو الساعة جات ربنا إجباري بزعمه يعني ولا عياذ بالله ربنا حيديني خيرا منها منقلبة فشوف العجب والغرور والكفر بأنعم الله ممكن يوصل الإنسان لمرحلة عاملة إزاي وتعالى على الطرف الآخر والنقيض الآخر الإنسان المؤمن قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صاحب المؤمن نصحوا قالوا أنت إزاي تكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أما أنا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ورح بعد كده مكمل النصيحة له فقال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا بيقول له يعني إن ترني أنا أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله اللي خلاك تغني وأنا فقير إنه يغنيني فيرزقني لإيماني به تبارك وتعالى جنة خيرا من جنتك ويسلبك أمتى لكفرك بنعمته تبارك وتعالى كل ما آتاك من رزق فيخرب بستانك ويصبح خاويا على عروشه وده بالفعل اللي تم ربنا عز وجل قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا القصة طبعا فيها من روعات الإيمان والدلائل على أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير فإحذر إحذر إنك تبص الحد دونك في المستوى فتستحقره أو إنك تبص الحد أعلى منك في المستوى فتسخط ولا ترضى لا انظر إلى من هو دونك فاشكر وانظر لمن هو أعلى منك فرضى واستغفر ده كان التشالنج النهاردة رمضان كريم على حضراتكم أجمعين شوفكم الحلقة اللي جاية في التشالنج جديد والسلام عليكم شكرا للمشاهدة